استلمت محافظة الإسماعيلية الدفعة الثالثة من أشجار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وبلغ عدد شتلات الدفعة الثالثة 72 ألف شتلة للأشجار المثمرة وزينة يجوب قطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المحافظات واستقر هنا بمحافظة الإسماعيلية التي تسلمت الدفعة الثالثة من أشجار المبادرة وتهتم المبادرة بنشر زراعة الأشجار في المحافظات ويبلغ عدد الشتلات في الدفعة الثالثة 72 ألف شتلة للأشجار المثمرة وأشجار الزينة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لتوريد 3 ملايين و700 ألف شجرة بتكلفة تصل إلى 85 مليون جنيه نحن في محافظة الإسماعيلية اشتركنا في المرحلة الأولى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة تم وصول عدد 220 ألف شجرة متنوعة لمحافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية تم عقد اجتماع تنسيقي برئيس السيد الوزير المحافظ وضم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المستفيدة من المبادرة حط فيها سيدة الوزير المحافظ القواعد المنظمة التي تضمن نجاح المبادرة دي في محافظة الإسماعيلية طبعاً احنا بنتكلم عن مبادرة المية مليون شجرة اللي أطلقها وأعلن عنها السيد الرئيس عبد فتاح السيسي رئيس الجمهورية كان نصيب محافظة إسماعيلية كدفعة أولى 200 ألف شجرة من الأشجار المسمرة برتقال والزيتون والليمون والرمون والجوافة والنبأ من هذه الأشجار كان محافظة الإسماعيلية قد شهد استفاف سيارات تحمل الدفعة الأولى من 200 ألف شجرة مثمرة وخشبية وذلك ضمن المبادرة كما تسلمت المحافظة الدفعة الثانية وبلغت 82 ألف شجرة وتستهدف المبادرة توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين وكذلك للأجيال القادمة احنا زرعنا أول شجرة هي وأنا كمواطن بحب أساعد دايما في الشجر ونزرع وحاجة جميلة أن احنا نشجر بلدنا ونخدرها ونقلل منظر جميل الواحد يوم الصبح يشوف منظر حلو قدام إنه ودي حاجة جميلة جدا شاركت النهاردة في زرعة شجرة من دم زرعة 800 مليون شجرة وبنشكر رئيس السيسي نوفر لنا عن الشجر ده ودين بدرك وقسة ومنحسن يعني من شكل مدينة وكده هذا ووجه محافظ الإسماعيلية بتوزيع المائتي ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والقطاعات المعنية واستغلال كافة المساحات المتاحة في نشر ثقافة التشغير بالمحافظة